استعداد حوثي لمعالجة أي مخاوف لدى السعودية تطمين مشروط أم إعلان صريح لتلبية مطالب الرياض التطمين جاء على لسان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهد المشاط وأعقب إعلان وفد الحوثي العائد من الرياض التشاور مع قيادة الجماعة حول نتائج المباحثات مع الجانب السعودي جولة المفاوضات الأخيرة جاءت نتاج حراك مكثف قادته سلطنة عمال لتقريب وجهات النظر بين الطرفين توج بمغادرة الوفد العماني رفقة وفد جماعة الحوثي من صنعاء إلى الرياض بناء على دعوة أعلنتها الخارجية السعودية للمرة الأولى منذ بدء الحرب ليخوض الجانبان مشاورات مباشرة استمرت خمسة أيام دون إعلان رسمي لنتائجها التي اكتفت بيانات الخارجية السعودية وتصريحات الحوثيين بالتأكيد على إيجابيتها المفاوضات لاقت ترحيبا دوليا واسعا كونها المرة الأولى التي تعلن فيها الرياض الانخراط المباشرة في محادثات ثنائية مع الحوثيين غير أنها قوبلت من بقية الأطراف اليمنية بترحيب حذر من تجاوز دورها أو القفز على المرجعيات الثلاث رئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام أشار عقب انتهاء المحادثات إلى أنها ناقشت خيارات بديلة لتجاوز القضايا الخلافية والبناء عليها في جولة مفاوضات أخرى تنطلق خلال أيام بوساطة عمانية ومع تبادل الرسائل الإيجابية بين الحوثيين والسعودية يتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق يحل عقد الملفات العالقة بينهما غير أن تنفيذه على الأرض أكثر تعقيداً مع تغييب بقية الأطراف عن المفاوضات واستمرار تلويح جماعة الحوثي بالخيار العسكري ترجمة نانسي قنقر